ترى التطوريال في عرب VFX اليوم ترى التطوريال في عرب العرب ترى التطوريال في الصدور ترى التطوريال في عرب VFX اليوم الدرس عم يحكي مثل ما كون شايفين بالفقرة عرضناها بشوي عن برامو احنا عرضنا على احد المحطات لبرنامج الكرة بملعبك ونفس الشي كمان مبدأ تكنيك الشارع الفكرة منه لهذا الدرس كيف يمكنك تعمل فول كنترول على الكاميرا معظم الناس بيتناسوا فكرة انه في شي اسمه الوبجيكت اندرو كريمار لما عمل التوتوريال شو تارجيت كان استخدم تكنيك وبريسيتس كتير معقد انا لقيت طريقة اسهل ميت مرة بين هذا الاسلوب وسميته كمان بالطريقة الوردية لانه حق قبل خمس دقائق اصاد زلزال فتأخرت شوي بالتكنيك ولي هلا شوي مرعوبين منطقت الشام ولبنان المهم اذا بتكون تحملوا البروجيكت اللي هو فري بس للتدريب يكون تفوتوا على الموقع كمان وتحملوا اوكي منروع البروجيكت متل ما كون شايفين هون البروجيكت انا عندي الساعة بالحالة العادية هنلاحظ انه في عنا ثلاثة اوبجيكت موجودين عبارة عن مجموعة ليرات انا بدي انتقل فرضا من هذا الكمبوزيشن او الفريم يلي هو هذا موجود هون في وراء فريم بدي انتقل من هذا الفريم لهذا الفريم اذا بدي تحرك بالطريقة العادية لما اعمل له كونتر نيو كامرا 35 ميلي متر في نساوية كمان 52 ميلي متر تكون افضل 28 ميلي متر خليه تفتح العدسة اكتر من هين الفكرة هي انه اذا بدي تحرك بالكامرا بالبوزيشن وحرك بالمنوع حصير معي كتير اخطاء وغالبا ما انه بصير معي انه انا بوصل لهون واللي مخرج اعملي روتاشن بعمل روتاشن وبلاحظ بعدين حركة مزابطة وفي الكاميرا عم تنقص عم تروح يمين شمال فعلا انا بالطريقة الوردية اوكي نعم انا سبت لحالي مهم هاي الطريقة اي انا اكتشفتها حتسهل عليكم كتير امور كونترول زد او خليني احزف كل الكاميرا بنقوها جديد واعمل كاميرا جديدة بلا ما اعملها ريسيتس نيو كاميرا 28 ميلي متر خليه متل ما هي فيني اعمل شغلة اوكي اني ضيف اعمل كمان نيو نل نل اوبجيكت هاي النل بساوية 3D طب ليش انا ساويت نل اوبجيكت الكاميرا انتو تخيلوا شخص ممكن كاميرا انه تنحمل من دون كاميرا مان لا هار الشي مستحيل النل هون هي بتلعب دور الكاميرا نل او الكاميرا مان او الانكل فوينت الخاص بي اللي بساعد بنقل الكاميرا من فريم لفريم بهي حالي هون بهذا الوبجيكت طيب الاهم من هيك انا هحدد اول شي كل شي اوبجيكت هاعمل سنتر سنتر تقريبا ده هون لنص الشاشة طيب تو فيو تقريبا هيك جيد اوكي اوكي طيب طيب عمتلنا سنتر البروجيكت مشان وقت يحرك الكاميرا ما يسبب لي مشاكل هلا التكنيك هو يحكي انه اذا فتحنا تو فيو عنا موجودة هون هلاحظ انه النل اوبجيكت موجود بهي المنطقة وهو مربوط عليه الكاميرا فيني لا فيني حرك النل لمنطقة الفريم يلي هو هاد بحرك النل للقيام الخاصة فيه هون نفس القيام اي بحطوه على نفس البوزيشن موجود فيه على تو فيو بالنسبة لعاملية النقل هلا هتكون كتير سهلة اذا بفتح هون بالترانسفورم هنلاحظ انه في عنا مجموعة قيام يلي هي ال اكس واي زيت بي بوزيشن سكيل الشي بدي اعمله هلا انه اول شي اعمل سكيل خفيف بنزل القيمة كلما نزلت القيمة كلما كبريت هلا يلي عم نلاحظون احنا كمان هون بما اني انا ربطت الكاميرا مربوطة مع النل فهي فعليا خلص عمليات تحكم وصين ضمن النل ما عم تحكي انا ضمن الكاميرا تكون تنسو الكاميرا حركات بالنسبة للكاميرا ممكن تستخدم بحالات خاصة اذا كنت مضطر انك تكتعمل زوم اثناء الروتاشن كمان فيك تساوية نفسه من ضمن النل بس يعني الى حالات خاصة بيشي لهم بقول له وقام إيزي أوت يعني خلي الحركة تبلش بهدوك من نسبة لاني تحكي الى هذا لنفرام الموجود هون هذا كيف بدي انتقل على طيب ان كان هو الانسيرت في فريم التاني طبعا لا تексه في تضمن كموزيشن فيكم تحطوا فيديوهات أسناء عملية تدريب بالإنسير تقم 2 كمان في شي اسمه قيم بوزيشينات طيب أنا بجبر الأفتر إفكت لما أقل له عطيني قيمة هذا البوزيشن كونترول كات أو سي انت بتعمل كات أو من هون كات عمتل له قطع جبرت الأفتر إفكت لما أجي عن نل مثلا بالثانية خلينا نحكي الثانية بجيب إلو edit past حليلي صار إنه أنا جبرت الأفتر إفكت إنه الكاميرا الموجودة عندي تنتقل للبوزيشن الخاص بهذا الفريم كيف؟ أخذ الأعدادات نفس الأعدادات الخاصة بالفريم الموجود عنا رقم اثنين أخذها نفسها وجبر الكاميرا أو النل إنه تروح لإلى طيب هلا اليوم نفس الفائدة أنا بستفادة هي كمان بالrotation موجودة إحنا متلما شايفين Rotation at Z معدلة Ctrl X وطلع لفوق Ctrl V لاحظ الدقة بعملية تقلي الكاميرا إنه الحركة عم بصير لفريم لفريم ع نفس حجم اللي فريم السابق طيب هلا بعد ما نتألنا لهون هدوه بساويون Easy N أول شي بصفرون بالضغط على Ctrl برجع بساويون Easy N خلي على مهلة تهدي وعلى رمشي تمشي مهم Ctrl save هلا إذا الفكرة هي وين أنه أنا اليوم بدي انتقل من هون لهون Rotation بدي انتقل أخذ الكاميرا من هاد الفريم لهاد الفريم هلا حتبالي شو تفاو شو مبدأ أنا سببتت فرضان فريم هون سببتت الفريمات كلياتهم و Easy N Easy Out نتأكد أنه بالفراغ بالنص ما في حركة معناتها الأمور بسليم هاي فائدة من النل عن الكاميرا لأنه الكاميرا غالبا ما بصير فيها مشاكل و بصير في حركة بالنص و ما تعطيك full control صحيح هلا من هون لهون هانتقل أو خلينا نحكي أنه فرضا أنا كنت مسبت على الفريم شوي هينسبت ثانية بعدين بنتقل لهذا الفريم هو بكون رقمه insert رقم ثلاثة هذا خلينا نسميه ثلاثة أوكي نفس المبدأ P position مع rotation نشوف قيم الأعدادات الموجودة هون هلاحظ أنه P position ال Y وال Z وال P position كلياتهم مغيرين لأنه بتاع هون موضوع أحداثيات مختلفة عم يعطيني فباخد أنا الأحداثيات الموجودة هون control X بجي لهون control V هلا ما رح تحس بالفرق ليش لأنه فعليا هو نقلك انتقلت النل انتقلت الكاميرا مثل ما لكم شايفين لنفس P position الموجودة هون بطريقة أنك ما تحس بأولاد قديش أكل معنا الموضوع ثانية أقل من ثانية إذا بدك تفوت تعتمد مبدأ أندرو كريمر ب shot target هتحس بمعانات وما رح تفهم مبدأ الليارات وشغلي طويرة عريضة لا أنا بهاي الحالة عملت نقل الكاميرا مع rotation مثل ما لنا شايفين بطريقة أسهل أوكي هلأ في عنا شغلة كتير مهمة إذا اليوم نحنا منحط rotation لهون بدي أكن تلاحظوا الشغلة ما حقفت ال y لاحظوا كيف ال anchor point عم تنتقل بشكل متساوي حوالين frame هاي الفائدة من ال anchor point الخاصة بالنل أنه هي عم تنقلك بطريقة صحيحة حول frame بالضبط أما أنت إذا بدك تعمل rotation عن طريقة camera c مثل ما لنا شايفين هلا حت تعطيك نقلة صحيحة ليش لأنه ال anchor point الخاصة بالكاميرا كمان لاحق نص frame فإذا أنت من الأصل تربطوا الموضوع بالنال والنال هو خلاص بيمشي عنك بكذا شي control z طبعا حتى ما نغير الاعدادات فينا نخليها هيك مو مشكلة فينا أرجع control v أرجع نفس القيم يلي أنا أاخده طيب إذا فرضا أن اليوم كنت موجود هون حركة مقبولة طيب وبدي لما أوصل لهون بهاي الفترة بينك 2k frame أعمل حركة rotation فاللحظ الفائدة رحنا بناخده هون لما أنا يجي يحدد المحور y عمل له easy in easy out عفوا وانتقل لنهاية المحور وحدد له قيمة واحد شو يعني واحد؟ واحد يعني أنت كل 100 200 كل 360 درجة لنفروض يقلب عندي واحد هون لاحظ فإذا أنا بختصر هذا الطريق من هون صفر وبقول له هون قيمة واحد يعني قلب لي 360 درجة بقيمة واحد كل قلبي 360 درجة easy in هلا حنلاحظ أنه بس لو وصلت على الفريم ألب معي 360 درجة بعدين ألب على الفريم يدي بعده على أنت هون إذا كتير دايقك هذا الموضوع أنه موضوع rotation نصار معاكس لحركة الفريم بعد تطبيقه فيه كمان ترجع لآخر فريم وتعطي قيمة واحد أو تعطي آخر قيمة توقع آخر قيمة توقع واحد كمان rotation كامل أمل النتيجة مثل ما يكون شايفين بس يوصل لهون يفتر فتلة كاملة بس تعطي القيمة واحد رجع لحاله عدل المسار بشكل طبيعي إذا كتتركه أكيد بدو يعطيك مشاكل بالrotation بشكل طبيعي أوكي توقع إذا رجعت لهون جيت على الكاميرا وقعت له هون شغلت أوتوفوكس وهيك توقع جادي هلا الحلول إنه أنت ما تكون مشتغل أنكر بوينت عم تمشي علي الطريقة صحية فكل شي لحاله حياطة بلا معنى بطريقة صح يعني حتى الفوكس حيضل عم يفوكس على المنطقة اللي أنت الأنكر بوينت موجودة عليها لأنه أنكر بوينت هنا عم تنتقل على نفس البوزيشينات الخاصة بالفريم أوكي كان معكم أحمد وردي من موقع ARAP VFX إذا كنتم بتكن تاخدوا هذا البروجيكت تعملوا عليه شوية تجارب حتلاقوه موجود ضمن نفس الصفحة الموجودة في الموقع في شي اسمه موجود يمكن تحت الصورة فتكبسوا عليه وتسحبوكم حمل ضمن الموقع سلامات جميعا إذا بتكون كمان عملوا لي سبسكرايب أو فوتوا على موقعنا على صفحة البيج على الفيسبوك ARAP VFX إذا بتكونوا تظلوا مطلعين على آخر الدروسة اللي عم تنزل ترجمة نانسي قنقر